كل عام وانتوا طيبين بمناسبة بداية الصوم الميلادي المجيد اللي هو كنيسة دايما تسميه الصوم الصغير ودي أيام مباركة لأن احنا فيها بنستعد لاستقبال عيد الميلاد الصوم ده مدته 43 يوم بنصوم الأربعين يوم اللي صمهم موسى النبي على الجبل عشان يستلم لوحي الشريعة اللي مكتوبين بأصبع الله وإحنا بنصوم عشان نستقبل الكلمة المتجسد الآتي إلى العالم يعني الشريعة دي كتابة بأصبع الله لكن احنا بنستقبل الابن الكلمة المتجسد الآتي إلى العالم فكل هذا الصوم هو تهيئة للنفس والزهن والروح إنها تستعد لاستقبال ميلاد المسيح للمجد فيه ثلاثة أيام زيادة بيقال إنهم للتسكار نقل جبل المؤطم اللي صموهم المصريين اللقباط زمان عشان ربنا نجيهم من الحادثة بتاعة جبل المؤطم أتمنى لكم في هذا الصوم أيام مباركة وأيام فيها روحانية وفيها عودة إلى الله وطلب مرحم الله خاصة في الأيام اللي احنا فيها بتكثر من حوالينا الحروب وتكثر الأوبئة وتكثر الأوجاع والألام فربنا يعني برحم واسعة يلطف بالعالم ويلطف بالبشرية ويقبل أصوامنا وصلواتنا وينجينا من المقاذق ومن الدقات والألام اللي احنا بنمر بيها وكل السنة وانتم طيبين ويعيد عليكم الأيام بخير ويبقى عيد الميلاد عيد سعيد ومبارك شكرا جزيلا